أزاح رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي اليوم في رحاب جامعة حضر موت الستار عن عشرين مشروعا وبرنامج إنمائي في محافظة حضر موت ينفذها ومولها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بتكلفة مليار ومائتين مليون ريال سعودي واستمع الرئيس وقيادات الدولة من مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن والمسؤولين في البرنامج إلى عرض حول المشروعات السعودي الجاري تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والتروة السمكية بها قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى برنامج حماية الثراث الإنساني وخلال الاحتفالية أشهد محافظ حضر موت مبخوط بن ماضي بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتنمية في محافظة حضر موت ودخلاتهم الإنسانية في مختلف المجالات